كين تناقض كبير ما يقوله رئيس الحكومة والتوجه دي الحزب دياله بصفة عامة وما هو على أرض الواقع فيعني حزب العذل والتنمية والقيادي اللي كين في دبا كانوا كيعيشوا واحد حالة مويدة الفقر ديال التهميش فمالي الله مستكعليهم وحليهم بيبان الدنيا فبغوا يعيشوا الحياة اللي كانوا محرومين منها يعني وشفنا ماء العينين فشحيدات الزيف ديالها حتى طواحي الحمر فشونزيليزي فهذا يعني هو خير ودليل بأن دوك الحزب هو حزب متملق حزب ينسالخ من جلده كل مرة باش يشد هو الرئاسة ديالها البلاد هذي ولكن قم بأن المغاربة عاقب التوجه دي الحزب العذل والتنمية فقط هما يستغلوا ديك المرجعية الدينية اللي عندهم ودوك المويول الدين اللي عندهم باش يسقطبوا الأصوات ديال المغاربة ولكن ديال المغاربة الحمد لله عاقب التوجه ديال السياسي ديالسي محمد دابو لا توجه يثاري يعني بحكم يعني كنشوف نبيلا مونيب وكنشوف الخطابات ديالها وكنشوف أفكار ديالها وتوجه هاد ديالها فعلى الأقل بحدتت وكل الناس يعني خرجونينا مرة وانتم كما نقوله فيعني ما آمن بالحرية ما آمن بالتغيير ما غايقول لك هذي سيدي لا حرام لا 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 بغاني خدموا البلاد وحنا مع الناس بغاني خدموا البلاد احنا ما كراهناش شي واحد يشد بيدينا وانا نشده بيديه ويزيد بالولاد القدام لا انا مقاب عيد على السياسة انا اقدب عليك اندخل السياسة غندير فلوس انا وليس انا مقلب على شيء مدلي كتلك لييرجلياق غنولي مطلق الامرق اللهم انا مقاب حال هكوايا والشعب ملقى سكيطا ينتاقت بين بعيد قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية